مقابل كل عشر ساعات انطفاء تضيء الكهرباء ساعة واحدة فقط لا يحدث هذا سوى في العاصمة المؤقتة عدن تعود كل هذه الانطفاءات إلى سبب رئيسي هو إنعدام الوقود وهو السبب ذاته الذي أدى إلى عجز مماثل في شبكة الطاقة الكهربائية نحن في عدن والكهرباء الصراحة بهدلة بهدلة ما نقدرش ننام ولا شيء نحن أمراض دخلت البيت معنا أبي تعبان مثلا يرتفعوا للضغط ودولة يسعفوهم أهلهم من المستشفيات يعني أشهاد البهدلة نحن فنعايشين أزمة خانقة في المشتقات النفطية وتوقف تام لمعظم محطات الوقود الحكومية ساهم في عودة انتشار ظاهرة السوق السوداء مجددا نشتريها من خمس وخمس ونبيع الدبة بشتة يعني قداميك دبتين وثنى عشر لان بعتها وشتلمتها قداميك هنا تباع مادة البنزين بأسعار مضاعفة مما يثقل كاهل المواطن ويضاعف من معاناته كيف لا يحدث ذلك والمحطات نفسها وبالذات الخاصة منها تقوم بتوفير مادة الوقود وتبيعه بأسعار مرتفعة وهو ما يقلق المواطنين من إمكانية اعتماد هذه الأسعار الجديدة لوقت أطول هذه المرة يبدو تأثير الأزمة باديا على أدام رافق حيوية عديدة لا سيما المستشفيات وما يهدد بتوقف بعضها عن العمل وتعريض حياة المرضى للخطر نحن نستهلك باليوم الواحد لو في حالة استوى أزمة حادة انتفاع 24 ساعة حالة نحن نتأزم يعني حتى الـ 15 ألف الليس ما تكفيش مدة شهر بس معنا لانقطاعات فترة وفترة نحاول قبل المكان أن نمشي بالكمية الموجودة معنا صمت الحكومة والجهات المسؤولة يثير مخاوف لدى الشارع وينذر باحتقان الكثيرين منهم خصوصا وأن حضور المسؤولين والمعنيين مجرد تمثيل شكلي في لحظة تغيب فيها الحلول عن العاصمة المؤقتة قبل غيرها من المحافظات المحررة لتكشف كل يوم أنها تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية الكهرباء ومن جديد بعد تحسن دام لأسابيع تعود الأزمة مرة أخرى ولنفس الأسباب إنعدام المشتقات النفطية فيما تظل الحكومة في غيابات الجب مرو السيد قناة بلقيز عدن